السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم عاملين ايه معكم حلقة جديدة وميسمعي والنهاردة هنكمل مع بعض ده حلقات كونكتب بلس السنة اولى ابتدائي هناخد النهاردة وانا لقيت ان انا اقسم لكم الانت على كزا درس افضل من ان انا هشرحه في حلقة واحدة هيبقى كما على الولاد وهنقسمه ان شاء الله يعلى جزئين يعلى تلاتة على حسب اليونت واللي موجود فيه. يا ريت ما ننساش نعمل لايك لو الفيديو عجبنا. وطبعا شير وسبسكرايب لو انت جديد معي في القناة. وهسيب لكم برضو الرابط بتاع الفيسبوك بتاع الجروب بتاعي. عشان لو حبيتوا تتواصلوا معي اسهل واسرع من اليوتيوب. تمام? يونت تو اسمه يعني قابل عائلتي يعني هيعرف صحابه على العيلة بتاعته. اول صورة معانا مكتوب فيها ايه? this is my mom. this is my mom. this is بقولها لما بكون دشاور على حد. this is بتيجي مع مذكر او مؤنس او غير عاقل يعني تيجي مع رجل او ست او حاجة مش بتفهم. this is my mom يعني ماما. this is my dad. the daddy. له بابا. i have a brother. انا املك اخ. his name is يونس. اسمه يونس. i have a sister. انا عندي اخت. her name is daliya. اسمها داليا. she is a baby. هي طفلة رضيعة. i love my family. يعني هو بيعرفنا على اسرته. واضح معانا جدا ان احنا هناخد this is. هناخد آآ الضمير ماي. هناخد have وهاز. وهناخد آآ آآ صفات الملكية اللي هي his وهير. هو واضح جدا ان هو ده هيكون الجرامر بتاع اليونس. تمام? في الكلمات آآ اول حاجة يعني اسرة اللي هي العيلة بتاعتنا بقى اللي فيها بابا وماما واخواتي. مام ام يعني طفلة رضية يعني اخت يعني اخ ومش ان هو اختي ولا اخويا. اخ عموما واخت عموما. يعني جده يعني تيتا. طيب اول درس آآ بيذكر لنا فيه قاعدة هو. هو يعني مين? هو بستخدمها لما يكون بسأل على حد بيفهم. بني ادم وما يفقق قدامي. راجل ست طفل يكون بني ادم. ما ينفعش اسأل بيها عن حاجة مش بتفهم او عن حيوانات لا. هو بسأل بيها عن آآ بني ادمين. هو تمام? هو دي بيجي وراها ايه? حاليا عندنا بيجي وراها في المفرد بس في لان هو احنا طبعا لسه في سنة اولى فبيذكر لنا واحدة واحدة. يبقى هو هيجي وراها هيجي وراها كلمة يعني مين ده? وطبعا لازم ناخد بالنا ان السؤال لازم بيجي بعد كلمة الاستفهام آآ الفعل المساعد. الفعل المساعد عندنا هنا هو تمام? هو يعني من يكون هذا تمام? لما جاوب بطريقة سهلة جدا نعلمها لولادي. آآ هو بسأل بيها عن شخص خلاص انا عارفت ان هو عايزني يعرف مين اللي واقف او مين اللي واقفة هشتب على هو ورميها في البسكت خلاص انا مش محتاجة اكي تانية هو. بعد كده هيتبقى عندي وزيس هعمل فيهم ايه? هشقلبهم. هشقلبهم. يبقى هبدأ بزيس. وبعد كده احط الشخص ده. يعني مسا ممكن اقول منا. تمام? طب لو عايزة اوصف بابا او ماما. في الحالة دي بستخدم ضمير اللي بيخلي الحاجة بتاعتي. مين الضمير اللي بيخلي الحاجة بتاعتي? ماي. ماي بتخلي اي حاجة في الدنيا بتاعتي. يعني لو عندي الكتاب بوك. طب الكتاب ده بتاع اي حد. طب لو عايزة اقول كتابي يبقى هقول ماي بوك. تمام? وناخد بالنا ان ماي تيجي الاول وبعدين الاسم اللي بملكوي. يعني ما قلش بوك ماي ماذر ماي فاذر ماي لأ. ماي بوك ماي فاذر ماي داد ماي مام. تمام? آآ يلا بينا نقرأ الدرس. اول سؤال بيقول لنا مين ده? رد الولد قاله دي مامي اتفقنا ديس. يجي وراها عشان دول مفرد. بعد كده هجيب الدمير اللي بيخلي اي حاجة في الدنيا بتاعتي اللي هو ماي. وحط اسم الحد اللي باسأل عليه. نشتب هو نرمية في الباسكت ونبدل ونكمل. يبقى هذه تكون امي. هو ازيس? رد قال له ده بابا. هو ازيس? زيس ماي جراند با. هو ازيس? زيس ماي جراند ماي. هنشتب على هو كلها. يبقى عندي از وزيس. وبنشقلبهم. وبعد كده بنحط الدمير. لو انا هتكلم عن حاجة بتاعتي. هحط ماي. بعد كده. اكتب الاسم وناخد بالنا ان از بتساوي الاباستروف اس. تمام? الاتنين معناهم از. بعد كده بيراجع لنا على هاف وهاز. وطبعا احنا عارفين ان هاف بتيجي مع اي ووي ويو وزي واي اسم يكون جمع. اي اسم يكون جمع يعني ايه? يعني مثلا البنات الولاد. الحيوانات. القطط. الاقلام. كل دي اسامي جمع. لما لايك كلمة جمع تاخد اه هاف. زي 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 بويز. احمد اند علي. هاني اند مونة. تمام? ده كده الاسم الجمع. لما لاي اي وي ويو زي واسم جمع بيجي معهم هاف. اما بقى لو لقينا هي وشي ويت واي اسم مفرد. دول بنختار معهم الهاز. ودايما خليكوا عارفين كده ان الهي والشي والات والاسم المفرد دايما بيجروا على اي حاجة فيها اس. دايما بيحبوا اي حاجة فيها اس. لو تفتكروا قبل كده كان بيجي جمع بهم اس. ودلوقتي هيجي معهم هاز. وقدام شوية برضو هنلاقي ان اي فيرب بتصرف جمبهم لازم يجي جمبه اس. تمام? يبقى لو لقينا اي ويو زي واسم جمع بيجي معهم هاف. لو لقينا هي وشي ويت واي اسم مفرد دول بيجي معهم هاز. طيب ازاي نعمل سؤال عن هاف وهاز. لو انا عايز اقول لك هونت عندك اخوات. عايز اقول هل تملك? هل تملك? انا في الانجلش ما عنديش كلمة اسمها هل. هنا في الوحدة دي او في الجزء ده بس بيذكر لنا الدون يعني بيذكر لنا الجزء بتاع هاف بس. هحط دو في الاول يجي وراها اي او او يو او زي او الاسم الجمع وبعد كده يجي وراها الهاف. يبقى هنمشي بنفس الترتيب ده. دو يجي وراها الضمير وبعد كده يجي وراها الهاف. وحط الحد اللي انت بتملكه. يعني مسلا ما اقول لك. هوا انت عندك اخ? اول ما الاقي السؤال بدو. هجاوب بحاجة من اثنين. يا يس يا نو. يا يس يا نو. بعد الاس والنو بعمل ايه? بشاقلب الدو واللي وراه. هشاقلبهم. هبدلهم مع بعض. طيب. بالنسبة دو يو بقى. دو يو فيها تركاية كده. لازم احفظها لولادنا كويس جدا. اول ملاقي سؤال في او اعرف ان انا لما جاوب هقلبها الاي. ليه? لان انا لما بقولك هوا انت عندك اخوات هترد تقولي ايوا انت عندك اخوات ولا هتقولي ايوا انا عندي اخوات. فطبيعي كده انا بغير الضمير بدل من انت لانا. تمام كده? يبقى لما يقولي. هرد اقول ايه? انا هشاقلب. هشاقلب دو اللي وراها اللي هي يو. بس يو ما بتنزلش يو في الاجابة يو بتنزل اي. يبقى يس اي دو او نو اي. دون. يبقى خطوات الاجابة على السؤال بدو. اول حاجة يس و نو. تاني حاجة بشاقلب. تالت حاجة لو الاجابة بنو بنزود نو. تمام? تاني حاجة بيذكرها لنا النهاردة اللي هي اللي هي صفات الملكية. صفات الملكية يعني عايزة اخلي اي حاجة بتاعتي انا. عايزة اخلي اي حاجة بتاعتي انا او بتاعتك او بتاعتها او بتاعته. تمام? يبقى لما اجي اخلي اي حاجة بتاعتنا لازم بنحط جنبها ضمير زي من شوية. لما قلتلكم النموي بتخلي اي حاجة في الدنيا بتاعتي انا. طب لو عايزة اخلي اي حاجة في الدنيا بتاعتها هي عندي اخت وعايزة اقول دي قطتها. ده فستانها. ده دي شمطتها. طيب اخلي الحاجة بتاعتها ازاي? انا لو عايز اقول شمطتها اللي هي باج. باج يعني شمطة. ده مش معناها ان هي بتاعتها. طيب اخليها بتاعتها ازاي? لما اقول هير. يبقى بنجيب ضمير اسمه هير. ينفع اقول ماي. ماي باج? لا. ماي باج دي كده شمطتي انا. لكن انا عايز اقول دي شمطتها هي. يبقى هير باج. تمام? لو عايز اقول فستانها. يبقى فستان يعني درس. يبقى فستان هي يعني ايه? هير درس. طب لو عايز اقول اه مسلا المها. ينفع اقول الم يعني ينفع اقول هير? لا. الضمير بيجي الاول يبقى اقول هير بن. تمام? طيب. ده كده بالنسبة للبنت طب بالنسبة للولد. الضمير بتاعه اسمه هيز. هيز بيجي الاول وراها الحاجة بتاعته. يعني لو عايز اقول عربيته. عربية يعني كار. هقول ماي? كار عربيتي? لا. هقول هير كار عربيتها? لا. انا عايز اقول على الولد. هي آآ العربية بتاعته هو. يبقى هقول هز كار. طب عايز اقول آآ الحصان بتاعه. يبقى اقول هز هورس. طب عايز اقول الكتاب بتاعه. ينفع اقول بوك هز? لا. هقول ايه? هز بوك. يبقى اتفقنا ان البوستس اف ادجيكتفز بتيجي الاول وبعدين الكلمة. يعني ماي هز هير يجو الاول. وبعدين الكلمة اللي بنملكها. تمام? طيب لما هم بسأل بقى عن مسلا اختك اسمها ايه? او اخوك اسمه ايه? طيب احنا عارفنا ان السؤال بتاع اسمك ايه اللي هو طبعا ده احنا حفظينه وانو احنا في جيجي. يجي وراها يجي وراها اللي هو اسمك ايه? فبرد بشتب على وقت برمية في البسكت وببدل بماي ببدل بماي لان يعني اسمك فانا لما جاوب هقول اسمي يبقى واي وحط دايما او آآ يعني ما بيكون عندي في الاجابة ببدل الفعل المساعد بالفاعل. يعني هقول واقول معي مسلا. طيب لو عايز اقول عندي بنوتة وعايز اسأل على اسمها. طيب هعمل ايه? برضو كل اللي هعمله ان انا هشتب وقت مياه في البسكت وهيتبقى عندي ايز وهير نيم ايز دي بتيجي في الاخر. يبقى هخلي عندي هير نيم هحط هير نيم الاول وراها ايز. هقول هير نيم ايز هانا ماشي. يبقى اه بنشتب على وط ونطلع ايز نبدلها نخليها في الاخر ونجيب اللي وراها الاول. بقت هير نيم ايز هانا. طب لو عندي صورة ولد وعايز اسأل على اسمه هقول وات ايز هير نيم اسمه ايه? هنعمل ايه يا شطار? هنشتب على الوط ونطلع ايز في الاخر وننزل هيز الاول. يبقى ايز هاني. تمام? عندنا هنا آآ صورة على اللي احنا كنا بنشرحه. اول سؤال بيقوله هوا انت عندك اخ رد الولد قال له يا صايدو. اتفقنا ان السؤال بدو بجاوب عليه بياس ونبدل يبقى يا صايدو. ويوب تتحول لقاء. السؤال التاني هنعمل يا نشتب وط وهنخلي ايز الاخر يبقى هنقول وحط اسمه اللي هو عليه. تمام? يلا نحلل واول سؤال بيقول لنا نقط ايز زيس. امرد قال له زيس ايز ماي داد. ملناش دعوة بزيس ايز وهناخد اللي بعد زيس ايز اللي هي ايه? ماي داد. طب ماي داد ده بيفهم ولا ما بيفهمش? طبعا ده بابا راجل بيفهم. يبقى هسأل على بابا بهو بتاعت الناس البني قدمين ولا بتاعت الحاجات اللي مش بتفهم ولا يعني ليه? طبعا هو بسأل عن اللي بيفهم بهو. طيب نقط بيسأل عن الاسم. طيب انا ما بسأل عن الاسم بقول ايه? يبقى نختار السؤال التاب يقول لنا عندك اخت رد قال له ندم جاوبنا بيس واي. بقى عندنا مين? اللي بسأل بي? بجاوب بي. سأل بدو يبقى هجاوب بدو ندم الاجابة بيس. لو الاجابة بنو هجاوب بنط. انا عندي هنا يس ولا نو? عندي يس. يبقى هاختار دو. ندم السؤال بدو يبقى هجاوب بدو. السؤال نمبر فور بيقول لنا نقط يعني عايز يقول له انت تملك اخ. طيب لما لاقي هاف اسأل على هاف بايه? دو وضز. طب يو بتيجي مع الدو ولا مع الضز يو بتيجي مع الدو. تمام? السؤال نمبر فاير بيقول لنا انت عندك اخت اتفقنا ان السؤال بدو يبقى هجاوب يبدو يبدونت على حسب. هنا بيقول لي نو يبقى نو هاختار مين? طبعا اللي فيها نط يبقى نو اي دونت تمام? وفي السؤال اللي بعديه بيقول لنا لك ازا هنكمل بالكلمات اللي بين الكوسينة اللي هي هو يعني مين? سيستر اخت جراند ما يعني تيتا وده دي يعني بابا. طيب اه اول صورة صورة راجل يبقى معندناش كلمة راجل فوق غير دا يبقى نمبر دو جايب لنا سؤال بيقول لنا نقط ازيس وفي علامة استفهام يبقى ده سؤال يبقى لازم اسأل بكلمة استفهام كويستشان وورد فين هنا كويستشان وورد اللي عندي اللي هي هو يعني مين دي? اللي بعديها تيتا اه زيس از ماي وتيتا يعني تمام? بعد كده انا عندي او انا املك وجاب لنا صورة بنت ومش باقي عندنا غير كلمة سيستر. السؤال اللي وراه اللي هو الترتيب بيقول هنا اي سيستر اخت اي انا هاف يعني املك. طيب يبقى اي بيتيجي معها هاف يبقى اي هاف اي سيستر. اللي وراها داد اب از يعني يكون وزيس يعني هذا وماي يعني بتاعي. اول حاجة عايزنا نجاوب عليها اللي عمل عليها شرطة وبخطة احمر. يبقى زيس بيجي وراها ايز وطبعا الدمير يجي الاولي بازيس از ماي داد. تمام? والدرس التاني والكلمات بتاعته يعني طويل يعني قصير يعني صغير في السن يعني كبير في السن يعني لزيز بيدحك مضحك يعني لطيف عطوف يعني لطيف يعني حد طيب حنايا كده تمام. وهنا بيراجع لنا على ام واز وار وطبعا احنا عارفينهم وحكي لكم الكصة بتاعتها من تاني. احنا عندنا سبع اطفال من هما واحد اسمه اي انا واحد اسمه هي هو واحد اسمه شي هي واحد اسمها ايت بتيجي مع الحاجة اللي مش بتفهم ووي يعني احنا واحد اسمها يو يعني انت وزي يعني هما. طيب السبع اطفال دول عملوا خناها كبيرة جدا مع بعض. ليه? شافوا قدامهم ثلاث لعب اسمهم ام واز وار. الثلاث لعب دول اسمهم ايه? ام واز وار. ام اللي حصل? اي قعدت تزعق وتتخنق معهم جدا وقعت لهم الام دي بتاعتي. اياك وحد يقرب لها انا هاخدها وحطها جنبي ومحدش هيقرب لها اياك وحد ياخدها. امت الاي واخد الام وحطها جنبها. فاسمها ايام انا اكون. تمام? ايه البقين عملوا قعدوا يعيطوا يقولوا طيب الاي اخدت ازاي? اموا اتفقوا على اتفاق. قالوا الهي وشي والايت اللي هما اه الدمائر الفاعل بتاعت المفهم اتفقوا. قالوا احنا اه كلنا معنا ان احنا حاجة واحدة. ولد واحد او بنت واحدة او حاجة واحدة ما بتفهمش. هناخد الاز نلعب بيها. وتبقى دي بتاعتنا. ام الوي واليو ازاي? قالوا خلاص مش بقى ان غير الار هناخدها نلعب بيها. يبقى اي اخدت ام? هي وشي وات اخدوا الاز ويو زي واخدوا الار. بقى عندنا ايام يعني انا اكون. هي از هو يكون. هي از هي تكون. يعني حاجة مش بتفهم تكون. اه 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 وي ار يعني اه نحن نكون. يو ار انت تكون وزي ار يعني هما يكونوا. تمام? يلا نقرأ الدرس اللي معنا. اول حاجة بيقول لنا. يو طبعا تاخد ار يعني انت مضحك انت لزيز. تمام? اه تاني حاجة. انت طويل. انا قصير. هو كبير في السن عجوز. هو لطيف. طبعا اللي احنا بنذكره ده بيراجع لهم على ام و از و ار عشان ام. هي نقطة هي بتحب مين ام ولا از ولا ار? طبعا از. زي ام ولا از ولا ار? اول زي بتحب مين? زي ار. يو نقطة طول. طيب يو بتحب مين? يو ار. شي اخر واحدة. نقطة يعني هي لطيفة. طبعا الشي بتحب ال از. تمام? ويه السؤال اللي وراه برضو لكاتي بيكترز اند كومبليت ويز هنكمل بالكلمات دي اللي هي كايند لطيف. صغير في السن. قلد كبير في السن. يعني قصير. مش يقول لنا على ولد لابت احمر وقصنن كده شوية. بيقول لنا هي از. طبعا هو يقصد اه ان هو قصير. لان حطين جنب واحد طويل يبقى هي از شورت. البنت اللي وراها او البي بيقول لنا ومدينا صورة بيبي. انا معنديش فوق بيبي بس عندنا كلمة صغير في السن اللي هي ينج. بيبقى اللي وراها بيقول لنا ماي مام از ماما تكون طبعا كايند لطيفة. واخر واحد هي از ورجل عجوز يعني كبير في السن يبقى هي از اولد. اللي 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 تحت بيقول لنا كايند لطيف از يكون وهي يعني هو. يبقى هي هو يكون لطيف. هي از كايند. اللي بعديها هي هي طول طويلة از يكون. طبعا شي لازم يجي وراه از الاول يبقى شي از طول. تمام? وبكذا انكم خلصنا الجزء الاول من اليونت شرحنا فيه لسن وانا وطور درس الاول والتاني وحلنا التمرين عليهم استنوني في بقية حلقت الوحدة الاولى. وربنا يوفقكم. ياريت ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو لو عجبكم الشرح. وسبسكرايب لو انت جديد معي في القناة. واستنوني في الحلقة الجديدة ويلا باي باي.